نبدأ ساعتنا الثانية مع وقفة ثانية أيضا مع زميل أحمد باقاتو وهذه المرة من أحد الفنادق السياحية الموجودة في أسوان وهي على الطراز النوبي يقصدها السياح للاسترخاء والاستجمع طيب أحمد باقاتو من فندق صديق للبيئة الله نبني على الطراز النوبي كيف هو صديق للبيئة يا أحمد طيب خلينا وريكوا عادل وطموروا إزاي وصديق البيئة بداية أنت شايف الألوان اللي ورايا الألوان اللي ورايا دي ألوان النوبة ألوان منعكسة كلها من الطبيعة ده أحد الفنادق الموجودة في قرية غرب السهيل هي قرية أحد المزارات المشهورة في أي رحلة في أسوان نازم تزور القرية دي اللي فيها الفندق الموجود زي ما أنتوا شايفين اللون الأزرق واللون الأصفر واللون الأخضر ده يعني عكس على من طبيعة الإنسان النوبي اللي عاش في أسوان منذ ألاف السنين اللون الأخضر هو بيعكس النخل إن دايما على ضفاف النيل كان النخل موجود النون الأزرق اللي هو النيل واللون الأصفر اللي هو لون الظاهير الصحراوي اللي كان بيبقى فيه الشخص النوبي بيعيش فيه طبعا زي ما أنتوا شايفين في كل حتة فيه يعني زي صحرة وألوان الجبال الصفرة الفندق هنا زي ما أنتوا شايفين الأرضية بتاعته مش أرضية رخام أو كده دي أرضية من الرملة فده برضو بيعكس أن مكان الاسترخاء أنت هنا بتيجي عشان تشعر كأنك في الطبيعة الكاميرا هتتحرك معنا دلوقتي وحندخلكوا أحد الأوض عشان تشوفوا المناظر اللي أنتوا بتشوفوها طبعا فيه أسماء مكتوبة على الأوض زي مثلا كاتودول ده معناها البيت الكبير ماس كاجنا ده معناها السلام تونجلي يعني ده اسمي تاني لو ممكن الكاميرا تكون معايا ده اسم مثلا الأوضة اللي هنفتحها تونجلي ده معناها الجميلة بنفتح الأوضة زي ما أنتوا شايفين ده شكل الأوضة من جوة نفتح الليتات طيب طبعا الأوضة مبنية بتراز نوبي وألوان نوبيا زي ما أنتوا شايفين حتى السقف بتاعها هو السقف معمول بطريقة معينة قبة عشان يعكس الحرارة الناس ما تحسش بالحرارة بصورة كبيرة في الصفة ما يكون فيه حرارة يعني الكاميرا لو تيجي معايا تشوفوا البلكونة ده المنظر اللي بتلاقيه يعني أول ما تفتح البلكونة بتاعتك تلاقي المنظر ده منظر طبيعي يا بلك الجميل عشان كده المنظر هنا مختلف عشان كده إحنا بنقول إن نيل في أسوان غير أي نيل في مكان تاني طبعا قطي هي قطة أكبر من دي وبتبص على مكان أجمل عايش حياتك يا عمالك ممسوط أيها بالظوط القطة بتاعتي بتبص من جميع الجهات على النيل ترجع القاهرة الحب سرعة أسدناك حرجعه سرعة إن شاء الله فالفندق هنا هو فندق كحال الفنادق الموجودة في قريط غرب سهيل فندق جميل جدا الفكرة والغريب إن المصريين بقى نفسهم يقصدوا هذا المكان لو خدتوا بالكم الأوضة مفاش تليفيزيون أيوه فقط فيها تكييف فيها تلاجة صغيرة لكن مفاش تليفيزيون هنا يقصدوا يعني نروح يعني نحياء البداية أحمد إنو نحنا نبعد عن الإنترنت نبعد عن تليفيزيون ويسيبوا الفنادق الثانية الرخام حتى الأكل حتى مكان المطعم نفسه وعنيل مباشرة أيوه الأكل طبعا هنا جميل جدا أحمد أحمد شنو أهم الأطباق عندهم أحمد في أسوان ما الذي يختلف أنا صراحة كالت عادل أنا كالت أطباق نوبية بس مش عارف اسمها أنا مش عارف اسم الطباق طبعا اللي أنا كالته بس مثلا بيعملوا البامية بطريقة مختلفة شوية عندنا الطواجن مشهورين بالطواجن الأكل هنا بتقدم في طواجن كل حاجة نوبية حتى الشاي بلبن عندهم الشاي النوبي والشاي كمان بتحط عليه زنجبيل لهم طريقة يعني اللي هو التراث النوبي موجود طبعا قرية غرب السيل اللي احنا موجودين فيها دلوقتي هي قرية مشهورة بكتير من المنتجات النوبية الحاجات العاج أيضا طبعا العطارة الكمون والزعطر والحاجات دي طبعا مشهورة جدا طبعا عافوا أتوكوا ليل بس حبيت توريكوا إزاي المنظر هنا بيبقى جميل وإزاي الناس اللي بيقوا هنا فعلا الله يسر عليكم انت راجع حسدناك لا لا نحسدك بل نغبطك يا أحمد على كل هذه المناظر الجميلة وبالتالي الأطباق الجميلة أنا قلت لك عشق بمعدتي وليس بقلبي إذن إحنا معاك في جولة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم وتشوف لنا أماكن أخرى ما الذي يميز هذه المناطق السياحية إذن هي يريد اللقصر المرقية يلا لقصر روح لقصر ابن بطوطة إن شاء الله شكرا جزيرة